من السودان إلى أوكرانيا التي أتمت الحرب فيها 500 يوم من كيف ينضم إلي مراسلنا إياد ستتيا إياد زيلنسكي على الرغم من هذه الأيام الكثيرة التي مضت على بداية حرب روسيا على أوكرانيا ما زال يطالب بالأسلحة واليوم مطالبته تتعلق بأسلحة نوعية وهناك ضوء أخضر أيضا من الولايات المتحدة ما أصدأ ذلك في كيف؟ نعم زاهر مساء الخير أوكرانيا وعلى مدى أشهر هذه الحرب كانت تبدل جهودا دبلوماسية حتيثة من أجل ضم هذه الدولة لنيل عضوية الناتو في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا ربما هذه الجولة الأخيرة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني بلديمي زيلينسكي من زيارته لبلغاريا وأتشيك وصباكا والآن قد وصل إلى تركيا هي تأتي في إطار حشد الدعم لأوكرانيا قبيلا عقادي قمة الناتو في فينوس الأسبوع البقبل من أجل دعم تطلعات الشعب الأوكراني كما يقول زيلينسكي لنيل عضوية الناتو طبعا زيلينسكي خلال هذه الزيارات لهذه الدول كان قد تحدث كثيرا عن الهجوم المضاد عن المصاعب التي تواجهها القوات الأوكرانية في ظل ربما النقص أو العجز في مخزون الدخيرة لدى القوات الأوكرانية وربما في ظل نقص في الأسلحة النوعية التي كانت تطالب بها القوات الأوكرانية منذ فترة الحلفاء في الناتو يتم الحديث هنا عن الأسلحة بعيدة المدى وأيضا عن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 زيلينسكي كان قد ردت تباطع وتيرة هذا الهجوم مضاد هو ردها إلى أن هذه الأسلحة لم تصل من الدول الحليفة في الوقت المناسب ولو أنه كان يتوقع وصولها قبل ذلك لكان الهجوم المضاد قد حصل قبل ذلك بوقت طويل لكن هو قال بأن هذه الفترة التي قد تباطأت فيها أو تم التأخير في إيصال هذه المساعدات العسكرية هي مكنت القوات الروسية من بناء خطوط دفاعية محصنة وأيضا بناء محصنة ومعقدة وأيضا تلغيم حقول أو أراضي أو مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية نتحدث عن الجبهات الشرقية والجنوبية هذا يقودنا زاهر إلى الحديث أيضا عن تطورات أو مستجدات الوضع الميداني الذي أصبح الآن كما يقول الجانب الأوكراني في الجبهات الشرقية والجنوبية القوات الأوكرانية هناك بدأت تحرز تقدما خاصة في الجبهة الشرقية نتحدث عن محور باخمت محور باخمت هذا في هذه المنطقة إلى الجنوب من هذه من مدينة باخمت هناك تقدم بعمق كيلومتر كما قال المتحدث باسم عمليات الشرق الأوكراني اليوم هناك تقدم بعمق كيلومتر القوات الأوكرانية باتجاه بلدة أو قرية كليشيفكا إلى الجنوب من مدينة باخمت هذه القرية تبعد نحو 9 كيلومترات وهي تعد بالنسبة للمراقبين العسكريين أو للقادة الميدانيين الأوكرانيين منطقة استراتيجية كونها تحت أو تضم مرتفعات تصبح معها المدينة أو بسط المدينة حيث توجد القوات الروسية في مرمى النيران الأوكرانية أيضا هناك بحديث من البيان العسكري الأوكراني اليوم عن القوات الروسية أيضا هي تقوم بمهاجمة المواقع الأوكرانية في هذا المحور نتحدث عن المناطق الشمالية من محور باخمت تحديدا في بلدة بيرخوفكا هذه البلدة التي شهدت خلال السعاد الماضية بحسب البيان الأوكراني معارك عنيفة ما بين الجانبين القوات الروسية بحسب البيان تريد استعادة السيطرة على بعض المناطق التي كانت قد استعادتها القوات الأوكرانية خلال الأيام الماضية في هذه المنطقة أيضا لا يقتصر الحديث في البيان عن المعارك في الجبهة الشرقية يتحدث عن أيضا أن هناك معارك في الجبهة الجنوبية نتحدث عن محور تافريا. هذا المحور الذي يضم مقاطعتي خرسون وزباريجيا. وأجزاء من مقاطعة دانيتسكا المتحدث اليوم باسم محور تافريا. أو قيادة عمليات تافريا الأوكرانية. قال بأن القوات الأوكرانية تبلي بلاء حسنا في هذه المناطق. هي تتقدم وتحافظ في ذات الوقت على المواقع التي تتقدم باتجاهها. نتحدث عن اتجاهي بريديانسك و ملتوبل.